بيبدأ الفيلم في المكسيك مع شاب اسمه لويس نونياز وهو بيقدم في الاكاديمية الحربية وبيعرف نفسه ان عنده 18 سنة وما عندهش اي امراض مزمنة وبيقول ان بابا علموا استخدام السلاح لان بابا ظابط في الجيش وده اللي خليه حابب يكون ظابط زيه ويدفع عن بلده وفعلا بيتقبل في الاكاديمية وبينضم للفرقة التانية وبينشوف ان كل الطلاب في الاوضة بتاعتهم وبيندي عليهم شخص وبيعرفهم بنفسه انه الرقيب سييرة وهيكون هو قائد الفرقة بتاعتهم ومسؤول عن كل حاجة عنهم وبيفضل يقولهم ان الفرقة دي هي اصعب فرقة في الاكاديمية كلها لان هو لمسؤول عنها وهو مش بيحب اي نوع من التهاون ولازم يسمعوا الاوامر وينفزوها من غير تفكير وبيعرفهم قد ايه اللي بيعملوه هنا مهم لان بعد اربع سنين من دلوقتي هيكونوا كلهم ظباط في الجيش وهيكونوا قادة على فصيلة او مجموعة من الجنود علشان كده لازم يتعبوا ويتدربوا بقوة علشان يكونوا قد المسؤولية دي بعدها بنشوف الطلاب كلهم نايمين في السرير وبيقوموا على حريقة في سرير واحد منهم وبيجروا على طول يطفوها وبيعرفوا ان اللي عمل كده هم مسؤولين الاكاديمية علشان يشوفوا رد فعلهم ايه بعدها بيروحوا يحضروا الطبور وبعدما بيخلصوا بيتجمعوا علشان يأكلوا مع بعض وهناك بيتعرف لويس على جيراردو وماريو وارتور لان كلهم في نفس الفصيلة مع بعض واسناء ما هم بيأكلوا بيكون قاعد معاهم رقيب وبيفضل يتريق عليهم ويضايقهم لانهم لسه جداد وهو قديم وبيطلوا منهم يجبولوا مية ويهتموا بيه لان القائد بتاعهم لكن سيرا بيشوفهم وبينادي عليهم وبيطلوا من الرقيب ده انه ما يضايقش حد من الفصيلة بتاعته وبيقولوا كلنا هنا علشان نفس الهدف وتاني يوم بنشوف التدريبات على التصويب لكل الجنود وبيكون لويس متفوق فيها بسبب ان بابا علموا يضرب نار في سن صغير بعد كده بيرجعوا كل الطلاب يكملوا التدريبات بتاعتهم بشكل طبيعي لحد ما بييجي وقت وبينادي رقيب على لويس وبيقولوا ييجي معاه وفعلا بيروح معاه لويس وهو الآن ومش عارفهم رايحين على فين وساعتها بيتفاجئ انه رايح يقابل السيارة والسيارة بيطلوا منه انه يقعد معاه وبيفضل يطمنوا وبيقولوا اننا كلنا هنا صحاب وما فيش اي حاجة تخوف وبيفهموا انه مبسوط منه لانه كان متفوق في ضرب النار وبيسألوا عن السبب في كده فبيقولوا لويس انه تعلم في سن صغير من بابا فبيسألوا سيارة عن عائلته ولويس بيقولوا ان بابا مش عايش معاهم دلوقتي وهو عايش مع مامته لوحدهم ومامته تعبانة ومحتاج علاج علشان كده بيعرفوا انه دخل الاكاديمية علشان يستفيد من التأمين الطبي ويعالجها انه محتاجه في مهمة هيخرج معاه ويرجعه تاني بس الموضوع لازم يفضل سر بينهم فبيمشي لويس وبيرجع على سريره وهو عمال يفكر في كلام سيارة وتاني يوم الصبح بيقوموا بدري وبيخرج لويس مع سيارة واكتر من رقيب تاني من اصدقاء سيارة وبيروحوا كلهم قدام بيت وبيكونوا معاهم ورد ولما بيخبطوا بتفتح واحدة ست واسعتها بيزقوها وبيوجهوا لها الاسلحة بتاعتهم وبيدخلوا وبيقفلوا الباب ولويس بيكون قاعد نستنيهم في العربية ومش عارف هم بيعملوا ايه لحد ما بيخرجوا هم بيجروا وبيطلبوا من لويس يطلع بالعربية بسرعة وبعد ما بيهربوا بيروحوا يسهروا في مالها ليلي وبيفضلوا يقولوا للويس انه خلاص بقى واحن منهم وهم واسقين فيه لكن لويس بيكون واضح عليه انه مش مبسوط بالعمله ده وتاني يوم في الاكاديمية بيكون اليوم اللي فيه زيارات من الاهالي وبتيجي انداريا حبيبة لويس علشان تزوره وبتقوله ان مامته كانت جاية معاها لكنها تعبانة شوية فبيسألها على عمه لان هو اللي بيوديها تاخد الجلسات في المستشفى لكنها بتقوله ان عمه ما راحش لمامته من ساعة ما هو دخل الاكاديمية وبيكون ماريو صديق لويس هو كمان عنده زيارة من مراته وبنته صغيرة وبيتعرف على انداريا وبيرحب بيها وبعد ما الزيارة بتخلص وبيرجعوا على الاكاديمية بيتفاجئوا ان الرقاباء بيدوهم كلهم عقاب ومش بيفسروا هم ما بيعملوا كده ليه وبيقولوا لهم كفاية انكم لست شايفين اهلكو حبيبكو ولويس بعد ما بيخلص بيتكلم مع اصدقاءه ماريو ارتور وجيراردو وبيقولهم انه ما كانش متوقع انهم يبقوا بيتعاقبوا كل شوية ويتعاملوا بالطريقة دي لانها طريقة غير ادمية بعدها بيكون في طابور لكل الطلاب وبييجي رقيب من اصدقاء سييرة وبيطلب من لويس يخرج من الطابور وييجي معاه وفعلا بيروح على غابة وبيقعد هناك وبيلعم مع الكلاب لحد ما الطابور بيخلص ولما بيرجع العنبر بتاعه تاني بييجي شخص بيقوله يكلم سييرة وفعلا بيروح لويس يكلمه وهناك بيفرجوا على فيديو الناس بيروحوا يعذبوهم وبيعتدوا على الستات اللي في البيوت دي وبيقوله ان دول اعداء الوطن واحنا عندنا تعليمات اننا نخليهم يدفعوا التمن اللي بيعملوه وبيقوله انت واحد مننا دلوقتي ولازم تتفرج معانا علشان تعرف احنا بنعذبهم ازاي ولويس بيفضل يتفرج معاهم وهو متضايق ومش مبسوط من اللي بيعملوه ومن وقتها وبيبدأ لويس يشوف احلام وحاجات غريبة وهو نايم وبيشوف نفسه بيجري في الاكاديمية لوحده وشاي العصايا من اللي بيتضربوا بيها وفي يوم بيصحوا كلهم على صوت الرقاباء وهم بيدربوا ارتور صديقهم بسبب انهم عرفوا ان عنده ميول مش مناسبة للاكاديمية ولا مع الطبيعة البشرية علشان كده بيقولوا كل الطلاب عليه وبيقرروا انهم يرفدوه ولويس وماريو وجراردو بيكونوا زعلانين على صاحبهم وبيفضلوا يتكلموا مع بعض انه هيوحشهم وبعد شوية بنشوف ان كل الطلاب نزلين اجازة واول حاجة لويس بيعملها هي انه بيروح يجيب علاج بالتأمين الطب بتاعه علشان يوديل مامته وبيسلم على اصدقائه وبيرجع البيت ولما بيرجع بيعد يأكل هو ومامته مع بعض وبيفضل يقولها انه عايز يمشي من الاكاديمية ومش قادر يكمل ولما بتسأله على السبب ما بيرضاش يحكي لها وبيقولها انه مش مرتاح ومش هيقدر يكمل في المكان ده لانه طلع غير مكان متوقع لكن مامته بتفكره انهم مش معاهم فلوس وهي بتاخد علاج باستمرار والتأمين الطب بتاعه هيساعدهم انهم يجيبوا العلاج ليها ويساعدها بيسكت وبيقرر انه يستمر لكنه بيفضل يحلم بنفس الاحلام الغريبة وانه ماشي في العنبر لوحده والسرير كلها فاضية وماسك العصايا في ايده وبعد شوية بيرجع الاكاديمية مرة تانية وسييرا بيكون بيتفرج على فيديو جديد هو وكل زميله لكن ماريو بيتدايق منهم وبيقولهم انه حتى لو الناس اللي في الفيديوهات دي غلطت فمش من حقهم يعملوا كده وده بيخلي سييرا واصدقائه يتدايقوا منه وبيقولوا ان الفرقة التانية كلها متعقبة بسببه وهينظفوا الحمامات وفعلا بتروح الفرقة كلها علشان تنظف لكن بيجي سييرا وبينادي عليهم وبيدي ماريو الحزاء بتاعه وبيقولوا انه عايزوا يلمعه وطبعا بيكون قاصد يحرجوا قدام كل الطلاب لكن ماريو بيرفض يسمع كلامه وبيسيبوا وبيمشي وفي نفس اليوم بالليل بيروح سييرا واصدقائه وبيهجموا على ماريو هو نايم وبيقدروا يكمموا بقه وبياخدوا معاهم ولويس ساعتها بيصحى على الصوت بتاعهم وبيسمع صوت ماريو في الحمام وهم بيدربوه فبيقول لجيراردو يقوم معاه علشان يدخلوا هما الاتنين لكن جيراردو بيقولوا انهم مالهمش دعوة وبيقلم منه يبعد عن المشاكل وينام بس لويس بيرفض وبيقرر انه يروح يشوف ايه اللي بيحصل وفعلا بيقوم يروح لكن سييرا واصدقائه بيكونوا كتير ولويس بيتفرج وهو خايف ومش بيقدر يعمل حاجة ولما بيحس ان حد منهم شافه بيجري بسرعة على سريره علشان يعمل نفسه نايم ومحدش يعرف انه شاف حاجة ويتاني يوم في الطبور بيتفاجئ كلهم ان ماريو مش موجود والاغرب ان محدش بيقول ان فيه طالب مش موجود والطبور بيمشي بشكل طبيعي وبعد شوية بيروحوا يحضروا محاضرة بيقولها الجنرال عن اهمية الاكاديمية وانها بتخرج ابطال بيدفعوا عن اسم بلدهم لكن لويس مش بيكمل المحاضرة وبيسيبها وبيخرج وبيروح على المستشفى علشان يسأل على ماريو لكنه بيعرف انه مش موجود فبيقرر يروح يزور الجنرال ارياجة علشان يقوله على حصل لماريو لكن الحراس بيمنع لويس انه يدخل وبيطلبه منه يمشي بدل ما يقبض عليه بعدها بيرجع لويس على الاكاديمية وبيكمل التدريبات بتاعته بشكل طبيعي وبيتكلم مع جيراردو انهم لازم يعملوا حاجة ويشوفوا ماريو فين ولما بيعودوا يكلوا بيكون لويس عمال يفكر في الموضوع وبيفكر ممكن يعمل ايه لحد ما بيشوف الجنرال ارياجة داخل المكان اللي بيأكلوا فيه فبيقوم بسرعة وبيروح يقوله انه عايز يتكلم معاه في موضوع مهم والجنرال بيقوله يعدي عليه في المكتب بتاعه النهاردة بالليل وبعد ما بيخلص بينادي عليه السيارة علشان يعرف كان بيقول ايه للجنرال فبيقوله انه كان بيسلم عليه علشان هو صديق بابا وفي نفس اليوم بالليل بيروح لويس على مكتب الجنرال والسكرتيرا بتسمح له يدخل لكن لويس بيكون متوتر وبين عليه انه خايف والجنرال بياخد باله وبيقوله يتعلم من دلوقتي انه يرفع عينه في عيني اللي بيكلمه وبيقوله انا في يوم من الايام كنت طالب في نفس الاكاديمية دي والنهاردة انا جنرال كبير في الجيش وبيعرفوا انه هو كمان ممكن في يوم من الايام يقعد على الكرسي بتاعه ده علشان كده لازم يكون واثق من نفسه وما يخافش وهو بيتكلم وساعتها لويس بيتشجع وبيقوله ان في صديق ليهم اسمه ماريو اختفى وهم مش عارفين هو راح فين وشكين في سيارة واصدقاؤه لكن الجنرال بيفجأوا وبيوري له ورق تسريح ماريو من الاكاديمية وبيعرفوا ان ماريو هو اللي خرج من هنا مزاجه ومضى على الورق ده وما فيش اي حاجة خطر حصلت بعدها بيمشي لويس وهو محتار ومش عارف يعمل ايه لكنه بيروح مع مامته المستشفى بسبب ان عامه ما بقاش يوديها وبعد ما بيخلص بيروح هو وانداريا وبيشتري سكينة ولما بتسألوا ليه بيشتريها بيقول لها انهم في الاكاديمية طلبوا منه يعمل كده وتاني يوم بيروح على الاكاديمية وبيروح ناحية سيارة واصدقاؤه وبيقرب منهم وبيسألهم على ماريو لكنهم بيقولولوا انهم ما يعرفوش وبيطلبوا منه يمشي وإساعتها بيخرج السكينة وبيهددهم بيها وواحد منهم بيكون عايز يهجم عليه لكن سيارة بيقولوا ان ده صديقنا وما ينفعش اللي انت عايز تعمله ده وبيطلب من لويس يمشي معاههم وبيروحوا كلهم على الغابة وهناك بيطلب منه سيارة انه يطلع السكينة اللي معاه ويقتل بيها الكلب اللي في الغابة ولويس بيقولهم انه مش عايز يعمل كده لكن سيارة بيقولوا انه مش بمزاجه وبيعرفه انه لو ما عملش كده هيخلصه عليه وفعلا بيوجهه مسدسات ناحيته وساعتها بيخاف لويس وبيقتل الكلب فعلا زي ما طلبوا منه وهم بيفضلوا يضحكوا عليه وبيمشوا وبعد الموقف ده بيفضل لويس يفكر مع نفسه وبيقول انه ضعيف وانهم بيتحكموا فيه وهو مش قادر ياخد موقف او يعمل اي حاجة من نفسه وبيفضل يحلم بالكلب ده وهو بيجيله عند السرير بتاعه كل يومه هو نايم والموضوع بيتحول معاه لكوابيس مستمرة وتفكير على طول في اللي حصل ولما بيروحوا تدريبات ضرب النار بيوجه لويس البندقية بتاعته ناحية سيارة واصدقائه لكن جراردو بيزوء السلاح بسرعة قبل ما حد يشوفه وبيعمله مشكلة كبيرة وثاني يوم بيكون لويس في المكتبة وبيجيله السيارة وبيسأله ليه ما ضربتش بالنار فبيسكت لويس وبيكون مش عارف يرد فبيعرفه السيارة انه شافه وشاف انه موجه سلاحه ناحيتهم لكنه بيقوله انه شخص جبان وما يقدرش يعمل حاجة زي كده وبيفضل يقوله خليك معانا علشان احنا عارفين مصلحتك واحنا اللي بنحكم الاكاديمية دي وبيديله ورقة وبيخليه يشتري الحاجات اللي فيها وفعلا بيروح لويس يشتري الحاجات اللي في الورقة واللي بتكون كلها حاجات شخصية لسيارة زي اكل وشرب ومكينات حلاقة لكن طبعا لويس بيكون خايف يقوله لأ وبيضطر يسمع كلامه وفي نفس اليوم بالليل بيحلم لويس ان سيارة واصحابه هجموا عليه بنفس الطريقة اللي هجموا بيها على ماريو لكنه بيقدر يخطف منهم المسدس وبيقتلهم كلهم وثاني يوم لما بيصحى من النوم بيطلب منه سيارة انه يجيلوا عند حمام السباحة علشان يتكلموا مع بعض شوية وفعلا بيروح وهناك بيفضل سيارة يقوله ان اللي بيعملوه ده مهم وهم بيخلصوا على اعداء البلد وهو لازم يبقى جريء ويفضل معاهم علشان يكسب فلوس ويعالج والدته من غير ما يحتاج للتأمين وبعد شوية بنشوف لويس لما بيرجع اجازة للبيت وعمه بييجي وبيكون معاه ابنه الصغير علشان يزروه لكن لويس بيكون مش قادر يتكلم مع حد ومش حابب يتكلم مع عمه اللي تخلى عنهم وابن عمه بيسأله بتعمله ايه في الاكاديمية وبيقوله ان نفسه يكون ظابط ويدخل الاكاديمية زيه واسعتها بيقوله لويس انه هيعلمه بيعمله ايه في الاكاديمية وبيفضل يقوله يقف ازاي ويقدي التحية العسكرية ازاي لكن طريقة لويس بتكون عنيفة جدا معاه بالرغم انه طفل صغير ولما بيغلط وبيكون مش عارف ينفس تعليمات لويس بيفضل يضرب فيه بالعصايا زي ما بيحصل معاه في الاكاديمية واتاني يوم بيرجع لويس على الاكاديمية وبيكون رايح في مهمة مع سييرة واصحابه وسييرة بيقوله انه مش هيستنى في العربية المرة دي وبيعرفوا انه هينزل معاهم ولويس بيكون متردد ومش عارف يعمل ايه وبيعدوا يشتروا ورد وبيخبطوا على الباب ولما استدت بتفتح بيقطحموا البيت وبيكتفوا الزوج والزوجة وبيهددوهم بالسلاح وبيطلب منهم سييرة يفضل هنا ولو حد منهم اتحرك يخلص عليه وفي الوقت اللي هم بيكونوا فيه بيعتدوا عن ناس الابرياء في بيوتهم بيكون القائد في الاكاديمية بيتكلم عن الحريات اللي خريجي الاكاديمية بيحافظوا عليها وانه هم اللي بيحموا البلد والابرياء والفيلم بيوضح تناقضات كتير بتحصل وبتعبر عن تفكير لويس لكن في اللحظة دي بيقرر لويس انه مش هيكون تابع لحد وانه هيختار مصيره بنفسه وبيخلص على كل اتباع سييرة وبيحرر العيلة اللي كانت مربوطة وبكده بيكون خلص فيلم النهارده